كما وعدتكم بوقت سابق أننا سنجعل موقعنا باللغة العربية سنجعل الكلمات الموجودة بالموقع باللغة العربية وليست باللغة الإنجليزية وكيف ذلك؟ وطالما نحن نقوم بكل البلمجة كل الكودينغ الذي نقوم به نكتب باللغة الإنجليزية فكيف نضيف الأشياء باللغة العربية؟ فهذا الموضوع أريدكم أن يكون لديكم الصبر والهدوء حتى تفهموا الفكرة التي أريد أن أقولها لأنها جدا مهمة وربما لن تسمعوها من شخص آخر فبالتالي أرجو منكم الهدوء والاستماع لهذه الفكرة كيف يمكننا أن نجعل موقعنا باللغة العربية باللغة الفرنسية باللغة الهندية باللغة السينسيكريتية كيف ذلك؟ كيف يمكننا التعامل مع الكلمات في الموقع؟ فهذا هو موضوع هذه الفقرة فأتمنى منكم أن تستمعوا فالآن بأي موقع على الإنترنت أي صفحة هناك نوعين من الكلمات ستجدونها في الموقع أول نوع من الكلمات هي الكلمات الثابتة التي يعني لا تتغير بمعنى آخر كلمة كلمة مثلا هذه الكلمة بالنسبة لنا بالنسبة لموقعنا هذه كلمة ثابتة بالنسبة لأبدأت هذه الكلمة بكل الموقع حول العالم ثابتة ماذا أعني بثابتة؟ يعني المستخدم النهائي لن يغيرها لن يغير كلمة أبدأت فهذه كلمة ثابتة النوع الثاني من الكلمات أو المحتوى دعونا نقول هو الشيء الذي يدخله المستخدم والذي يغيره اسمه متغير ومثل هذا مثل الوصف هذه الوصفة هذا الوصف هذه اللينك هذا فإذا مثل هذا فهو ثابت عفوا هو متغير عفوا عفوا متغير يعني الشخص الزائر يمكن أن يغيره أنا كمطور ليس لي معرفة بماذا سيكون هذا النص ليس لي معرفة لكن أنا على معرفة كاملة أن الـ updatedAd ستكون updatedAd أنا أعرف ذلك أنا أعرف هذا الـ string أما ما يدخله الشخص فهو dynamic ومتغير ويعتمد على الشخص وأنا كمطور لا أعرفه فإذا بالنسبة للـ بالنسبة للـ strings بالموقع أو الكلمات بالموقع فلدينا أول شيء كلمات aesthetic والموضوع الثاني dynamic بخصوص الـ aesthetic أنا أتحكم به بخصوص الـ dynamic لا أتحكم به فأنا ربما أبني موقع كله لغة عربية لكن يأتي الشخص ويكتب هنا باللغة الإنجليزية ليس لي علاقة بهذا الموضوع فأنا لا أهتم لمدخلات الشخص أنا أدخلت هنا باللغة العربية كمستغنم من سترابي فظهر باللغة العربية لو كتبت لغة sinsecretية سيظهر لغة sinsecretية حتى لو كان الموقع عربي فإذا هذا الشيء دعونا نضعه على الجانب لا نهتم لأمره أما بالنسبة لكلمة updated at وكلمة هذه كلمات ثابتة بالنسبة لي وإذا أردت أن أقوم بتقديم موقع لغة العربية فعلي التعامل مع ترجمة هذه النقاط فربما تفكر أنت وتقول طيب أنت كتبت هنا أدخلت هنا updated at بشكل بشكل يعني صحيح تعلمنا هذه الكلمة يعني بشكل مباشر أدخلت قيمة شيء معين يعني أين هي فأنا كتبت هنا كلمة updated at بشكل صريح وواضح ضمن الكود الخاص به فظهر لي updated at فأنت ربما تفكر وتقول جيد جدا بدلا أن أكتب updated at أكتب باللغة العربية تاريخ التحديث فكر جيد جدا فكرة ليست سيئة فكرة جميلة جدا نكتب تاريخ التحديث هنا بدلا من updated at وستظهر هنا updated at لماذا أنا كتبت بلغة الإنجليزية وأنا لغتي العربية أو لغتي الفرنسية أو لغتي الهندية لماذا كتبت أنا بهذا الشكر فتدرج معي في الأفكار حتى تفهم الفكرة طيب أنا كتبت هنا تاريخ التحديث وفي وقت لاحق من تطوير هذا البرنامج الذي أنا أريد برمجته طلب مني مدير الشركة طلب مني الزبون طلب مني شخص ما قال لي أنا أريد أن يكون هذا الموقع يدعم اللغات الأخرى لا أريد أن يدعم فقط لغة العربية أريد أن تضيفين لي اللغة الإنجليزية فأنا في هذه الحالة ما الشيء الذي سأفعله علي أن أذهب لأمسح كل التطبيق وكل الكلمات الموجودة في التطبيق الستاتيك مثل هذا وأقوم بماذا؟ أقوم بمحاولة ترجمتها للشيء الكلمة الأخرى الطريقة التي يتبعها يعني بعض المتطورين لحل هذه الموضوع ما الشيء الذي يفعلونه لأنهم بكل بساطة التطبيق كله لديهم باللغة العربية الآن وجلبها باللغة الإنجليزية وترجمة هذه الكلمات واستخراجها ووضعها باللغة الإنجليزية سيكون موضوع نوعا ما يعني الشبه مستحيل وخاصة أن هذه الكلمة الآن لدينا كلمة update ad لكن بمشروع حقيقي سيكون لديك ربما ألف كلمة مثل update ad عليك أن تذهب لكل ملفات المشروع وتغييرها فماذا يفعلون؟ يقولون جيد جدا يقومون لدينا هنا بأول شيء لدينا تطبيق next.js مثلا فيه كل الكلمات لستاتيك مكتوبة باللغة العربية يقومون بنسخ هذا مثل ما هو نفسه ينسخه مرة ثانية ويقومون باستبدال الكلمات العربية موجودة هنا بالكلمات الإنجليزية ومثلا بهدر الموقع هكذا يضعون مثلا English Arabic وهذا يذهب لموقع next.js عربي وهذا يذهب لموقع next.js English ولا مشكلة بذلك هذا حل لهذا الموضوع لا مشكلة بذلك لكن الفكرة أيضا التي من سلبيات هذه الطريقة غير أن أصبح لدينا الآن موقعين next.js يجب أن نطورهما إذا حدثت هذا يجب أن أحدث هذا كل شيء سيضرب بإثنين الآن كل شيء أريد أن أقوم به سيضرب بإثنين لأن أصبح داي موقعين إذا حدثت موقع next.js عربي أريد أيضا أن أحدث الإنجليزي إذا غيرت نقطة بهذا الموقع يجب أن أغيرها أيضا في هذا الموقع بوقت معين ستفقد السيطرة على مشاريعك ستفقد السيطرة على هذا وهذا غير هذا الموضوع أنت مبرمج ولاست مترم يعني بكل بساطة ربما تترجم هذه الكلمات البسيطة الموجودة هنا لكن بالنهاية ستحتاج ربما مترجم حقيقي يعرف معنى كلمة updated add هذه كلمة بسيطة لنفترض updated add كلمة صعبة أو كلمة أنت لا تعرفها فتحتاج مترجم لهذا الموضوع كيف سترسل كلمة updated add للمترجم حتى يترجمها أو مثلا ديك ألف كلمة صعبة التاجمة كيف سترسلها للمترجم أن يترجمها هل ستقول له اذهب للكود الخاص به واستخرج الكلمات هذا شيء أيضا شبه مستحيل للبمرمج للمترجم لأنه لا يفهم هذه الأكوات هو لا يعرف هذه الأكوات فالطريقة الأفضل لهذا الموضوع هو أنك تستخرج هذه الكلمات تستخرجها وتضعها في ملف خاص فيه كل هذه الكلمات التي تحتاجها وبالكود بالكود لا يوجد كلمات لا يوجد كلمات لطهر المستخدم بل يوجد أشياء خاصة بالكود ماذا يعني ذلك؟ يعني هنا بدلا من updated add لا أضع أنا updated add لاحظوا الفكرة بدلا من updated add لا أضع updated add ولكن ماذا أضع؟ هنا أدينا span عفون span و span مغلقة هنا لا أضع updated add إذن أنا بالعادة أكتب update add فلا أضع update add لكن ماذا أكتب؟ أكتب هكذا string update underscore add بهذا الشكل طيب هذا من أين سأجلبه؟ عفون ليس string constant هذا من أين أجلبه؟ بكل بساطة يوجد لدي ملف خاص اسمه messages أو أسمي أي شيء طبعاً وأضع فيه هنا update add يساوي وهنا أضع أي شيء أريد إن كان باللغة العربية بلغة فرنسية بأي لغة كانت أضعه هنا في هذا المكان طبعاً أنا تحدثت من وجهة نظر المترجم أن المترجم لا يفهم بالكود فبالتالي أنت عليك أن تفصل عليك أن تفصل strings أو الكلمات في ملف خاص وترسل الملف الخاص للمترجم المترجم يقوم بوضع هنا ما يريد جيد وثم يتم إضافته هنا يتم تعوده بشكل أوتوماتيكي فأي مرة تريد أن تغير الكلمات ستغير هذا الملف وسيتم التغيير بالكود بشكل أوتوماتيكي فإذا الكود غير متأثر نهائي بالكلمات غير متأثر لأن الكلمات مفصولة في مكان خاص الذي هو هنا طبعاً أنت تقول لي أنا لا أريد موقع أن يكون أكثر من اللغة أنا أريد فقط اللغة العربية فلماذا أنت تريدين أن أضع لماذا مرة أخرى لماذا لا تريدين أن أكتب هنا مثلاً تاريخ التحديث فقط لأنني لا أريد مرة أخرى لا أريد أن أجعل موقع قابل الترجمة لا مشكلة حتى مع هذه الطريقة طريقته ليست سريمة ليست سليمة مئة بالمئة والسبب هو التالي هو أنك أحياناً تكتب شيء هنا خطأ فعندما تكتبه الخطأ والخطأ وارد أو تريد مثلاً تغيير كلمة أنت تسميها تاريخ التحديث شخص يريد أن يسميها آخر آخر تحديث فماذا عليك أن تفعل عليك أن تذهب للكود وتقوم بالتعديل وربما أثناء تعديلك للكود ستحدث مثلاً ستخطئ لأن الإنسان يخطئ وأنت فقط تريد تغيير كلمة لكن مع تغيير كلمة أنت قمت مثلاً بخطأ آخر وهذا وارد فلماذا أنا أريد تصليح شيء أو تصحيح شيء أن أجعل شيء آخر يعني يعني يحدث به مشكلة فأنا بكل بساطة أرتاح من هذا الموضوع أكتب الشيء مرة واحدة updated underscore at وبلا في المسيجز أكتب ما أريد إن كان لغة عربية ما أريد أيضاً الموضوع ليس له علاقة بالمترجم الآن أصبح المحتوى يعني يذهب لمسؤول السيو أو مسؤول محسن محركات البحث فمحسن محركات البحث ربما يقول هذه الكلمة ليست جميلة علينا أن نضيف كلمة أخرى فأنت في هذه الحالة ما الشيء الذي ستفعله ستتابل الكود وتعدل أو ستريد أن ترسل الكلمات لمسؤول السيو حتى يقوم بتحسينها ثم تعيدها للكود لماذا؟ فأنت بكل بساطة ما الشيء الذي ستفعله سترسل له ملف المسيجز أو ملف لسترينجز أو ملف لفريزز ماذا تريد أن تسميه سميه وارسله لهذا المسؤول هذا المسؤول سيقوم بالتغييرات أن تتجرب الملف وتعيده للموقع انتهينا فإذن مسؤول السيو مسؤول المترجمة الترجمة فقط مسؤول عن ملف المسيجز ليس مسؤول عن الكود فهذه هي طريقة أنا باعتقادي هي الأفضل على الإطلاق للتعامل مع مثل هذا الموضوع خارج موضوع أنك أنت تقوم بفصل المسيجز عن الكود انتهينا فإذن هذا هو الشرح فشكرا لصبركم حتى تبعتم معي شرح هذه الفكرة الآن سنطبقها فالتطبيق كيف سيكون التطبيق؟ التطبيق بكل بساطة دعونا نرى هنا إذن هذه ملفات مشروعي سأنشئ ملف هنا اسمه messages.js طبعا لنرى فإذن هذا هو بالجذر الموقع اسمه messages.js messages يعني أعتقد هو اسم مناسب إذا كان ذيك اسم مناسب آخر أخبرني بمنشور آخر منشور بالقناة عنك j.js أخبرني أن هل هذا اسم مناسب أم لا وما هو اقتراحه فالآن هنا سنجلب طبعا سأفتح ملف في المسيجز آخر سأفتح ملف في المسيجز وهنا سأكتب export سأقوم بإكسبورت هذا الكونست الذي اسمه update آت update آت هكذا وهنا سأكتب my update آت مبدئيا my update آت وهنا بي recipe component سأقوم بإمبورت لأبدي آت فإذا update آت وسنقوم بإمبورت له من messages وهنا بدلا من هذه الأبدي آت هنا سنكتب update آت لاحظوا سيظهر هنا my update آت طيب لو قررت مثلا أن أغير نفس الفكرة التي قلتها قررت أن أغير هنا مثلا update آت 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 مثلا قال مسؤول سي أضف آت 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 هكذا أضف شخص إذا ربما أستخدم هذه الكلمة هنا أريدها أن تكون كذا لكن أستخدم نفس الكلمة مكان آخر أريدها أن تكون مختلفة فبالتالي يمكن أن أضيف مثلا هنا أكتب بدلا من update آت آت أكتب home page أو مثلا recipe update آت هكذا لأنني أعرف هذه المستخدمة بالrecipe وهنا مرة أخرى عفوا أين نحن الآن آه اين نحن الان. فضلا هنا اكتب مثلا. وفي الادنى هنا. فضلا هذه تستكون مثل للموضوع. هذه الطريقة على فكرة. هذه الطريقة بالتعامل مع الموضوع. اساس اساس او اللي التعامل مع الترجمة. هكذا التعامل مع الترجمة. تفصل ملفات بمكان وتضع الملفات تفصلها بمكان وتستخدم مثل هكذا بهذا الموضوع. وبالنهاية انت يمكنك ان تنشئ للغة العربية. وثم تفكر كيفية التعامل. متى تحمل المسجز العربية وكيف تحمل المسجز الانجليزية. اذا كنت تريد موقعك يكون متعدد اللغات. وايضا اريد ايضا ان اقول معلومة اخيرة اه بهذا الصدد. هو انا ليس فكرة احيانا ان اه اه فكرة احيانا ان انك تريد ان تقوم مثلا بالترجمة او تريد اضافة اه يعني ليس موضوع دائما هو انك تريد اضافة محتوى مترجم لاكثر من لغة. احيانا اكثر من بلد لديها اكثر من يعني نفس اللغة البلد مختلف فتحتاج كلمة اخرى. فيعني اه كلمة حتى كلمات مثل تشجيل الدخول او انشاء حساب او اه مثلا اه يوم الميلاد او عيد ميلاد او لا اعرف ماذا هذه الكلمات تختلف من بلد لاخرى. او ربما كلمة معينة في مثلا في منطقة الشرق الاوسط مثلا منطقة البلاد الشام تكون لها معنى جيد. اما استخدامها مثلا بالمغرب العربي يكون استخدام مختلف. او بمصر يكون استخدام مختلف او لا معنى مختلف. فلا تريد ان تستخدم هذه الكلمة حتى ما ان كلنا نتكلم لغة الفصحة حتى مع ذلك يوجد ربما كلمات باللغة العامية تتشابه مع الفصحة بمعنى سيء او بمعنى غير مناسب. فانت في هذه الحالة اه اذا اردت ان تنقل موقعك لبلد معين عربي ايضا فعليك ان تفكر بالقيام بهذه التغييرات. فليس موضوع ليس موضوع ترجمة فقط بل ايضا موضوع انك تجعل هذا الموقع اه يعني مناسب للمحل للموقع المحلي او للبلد المحلي. وليس فقط للغة. فا اه فقط اتمنى انكم استفدتم من هذه المعلومات. اه انا فعليا قمت بطبعا دعوني بداية اريكم كيف سنترجم. حتى سنترجم الملف مثلا اصبح لدينا انا مترجم. الان انا مترجم فظهر لي هذا فانا اريد ترجمته فبكل بساطة استبدل اه اخر التحديث او تاريخ التحديث. اترجم بهذه اه طريقة. طبعا هذه ابسط الطرق. يوجد طرق مختلفة. لكن اترجم تاريخ التحديث. لاحظوا الان مجرد انني قمت بتغيير هنا ستظهر لي تاريخ التحديث هنا. اه انا قمت بوقت سابق قمت بانشاء ملف سأريكم اياه ساقوم بنسلي الان واريكم اياه. هذا هو الملف الذي انشأته قبل قليل. اه وهذا الملف فيه اه فيه التي اريد استخدامها. ومع الترجمات الخاصة بها. فبكل بساطة الان عندما اقوم باريد استخدام ساستخدم هذه السترينجز الان التي ساجلبها من ملف ولن استخدم كلمات مدخلة بالمشروع. فلنبدأ مثلا هذه الهومبيج تايتل موجودة اين الهومبيج تايتل موجودة بالموجودة بملف بيجز اندكس. وكل بساطة هنا ساكتب امبورت هومبيج تايتل روم مسيجز. طبعا ملف المسيجز ستجدونه على كيت هاب موجود. وهنا بدلا من هذا التايتل الذي اضفته هنا سأضيف هومبيج تايتل. وسأحدف هذا. فاذا الان سنرى التغييرات. فاذا نلاحظوا اشهل وصفات اه لدينا. فاذا ها هي. اشهل وصفات لدينا. اه هذا اسم الموقع. الذي انا جئت به. اه هنا ساقوم بالان بترجمة هذه ايضا او باضافة هذه الترجمات. هذه الترجمات موجودة بالريسيبي. واسمها ما اسمها. اين وضعت اسمها? لاحظوا. فانا وضعت لها بادئة هنا اسمها استطيعها ف بعد كل شيء سأضف كذا. فليد نبدأ. طلب ساتذهاب الى ال الكمبونات. هنا. وسأجلب كل هذا. فاذا هنا اسمها وايضا 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 위한 Recipe و ايضا ميل. وهنا بدلا من هذا سنكتب وهنا بدلا من ميل سنكتب ميل وهنا وهذا وهذا وبقي لدينا وبقي لدينا لنرى فذا نلاحظوا ظهرت الوجبة عدد الاشخاص مدى الطهي مدى التحديل مدى كلية. طريق التحديث لم يظهر لماذا ربما انا لم كتبت فذا ندعوني اصححها هنا فليس وهنا في الاعلى فذا لنرى هالظهرت فلاحظوا ها هي تاريخ التحديث ممتاز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة